نشر تحوير التقسات من قناة الحياة الجزائرية أهلا بكم نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الأحد وحسب مصلحة الأرصاد الجوية بعد تلاشي السحوب السفلة وضباب أصابح الأجواء رح تكون مستقرة مع سماء من سافيا إلى مغشرة جزئيا بمدن الشريط السحلي التحاقا بالمناطق الداخلية اتجاه شمال الصحراء نفس الوضعية الجوية بعد السحوب العبرة يتجاه أضرار حتى على ثمن راست وعنقزام أجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى على الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوقار وتسلي درجات الحارات 23 درجة على تبسة 22 درجة على النبو والعاصمة 21 درجة على الصيف ووهران وهي الدرجة الدنيا إذن لي صبيحة الأحد 30 درجة على غرداية 22 درجة على البيت 27 درجة على ابني عباس 24 درجة على الجنوب الغربي 29 درجة على أدرار 28 درجة على عنقزام والدرجة القصوى توصل حتى 31 درجة نسجدها على عين صالح نمر نشوف الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة الأحد نبقى دائما تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع خلال أجواء مستقرة مع سماء من سفيا إلى مغشا جزئيا بمدن الشريط السحلي التحاقا بالمناطق الداخلية سحب عبر على شمال الصحراء اتجاه أدرار تامن راست وعنقزم أجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى على الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار وتاسل درجات الحرارة تبقى مرتفعة بالمناطق الشرقية توصل حتى 36 درجة التي تبسى وعنها 34 درجة على الصيف الدرجة الدنيا لظهيرة الأحد 27 درجة نسجلها بالعاصمة 31 درجة على وهران 44 درجة على غردية 36 درجة على البيت 46 درجة على أدرار حتى على عين صالح 40 درجة على الجنوب الغربي 37 درجة على جونيد و43 درجة نسجلها بعين قزمة درجة القصوى توصل حتى 47 درجة ونسجلها على ورق المر وشوف الملاحة وأحوال البحر إذن البحر سوف يكون هادئ على الواجهة الغربية ما تتعداش سرعة رياح 10 كم في الساعة قليل اترى بالعاصمة بجايا وعنبا وتوصل سرعة رياح حتى 20 كم في الساعة نرى نشوف الحلق فاشرح يكون في الأيام القادمة نهار 2 ونهار 3 يوم الاثنين نبقى دائما تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع وسماء من سافيا إلى مغشرة جزئيا بمدن الشرط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية بعد الصحوب العبرة اتجاه ابن عباس حتى على أضرار أجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وعنقزام درجات الحرارة تبقى مرتفعة بالشرق 37 درجة بسات 43 درجة بغردية 40 درجة على تيندوف حتى على إليزي 43 درجة على عنقزام بالعاصمة 28 درجة فقط وهي الدرجة الدنيا اليوم الاثنين والدرجة القسوة توصل حتى 46 درجة نسجدها على عين صالح وأضرار نشوف نهار 3 ان شاء الله كيف اشرح يكون الحل نبقى دائما تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع وسماء من سافيا إلى مغشرة جزئيا بمدن الشريط الساحلي أمطار بالمناطق الداخلية الشرقية بعد الصحوب العبرة اتجاه شمال الصحراء على غردية حتى على أدرار أجواء مستقرة تماما بالجنوب الشرقي حتى الجنوب الغربي واتجاه أيضا عين قزام درجات الحرارة تبقى مرتفعة 35 درجة على تبسة 37 درجة على النبى 40 درجة على إليزي وبنيع بس 29 درجة بالعاصمة وهي الدرجة الدنيا ليوم الثلاثة 31 درجة على وهران 39 درجة على الجنوب الغربي 43 درجة بعين قزام والدرجة القسوة توصل حتى 46 درجة نسجلها على عين صالح وأدرار نختم مشاهدنا بمواقية الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها إذن شروق الشمس على الستة 21 دقيقة الغروب السابعة واثناش دقيقة للمزيد من المعلومات عن الجو البيئة مع لكم إلى التواصل معنا على عنوين التي تظهر على الشاشة ختم نشر الجوية في أمان الله